بصوا في لقاءات في حوارات في ضيوف كلهم أجلاء وكرامه على العيني وعلى راسي بس أنا بستمتع جدا 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 لما أحاور المثقف الموسوعي أو أحاور الفنان الأصلي وبالمناسبة ضفنا العزيز الرائع الكريم الكبير هو الفنان الكبير الأستاذ حسن العدل اللي في وجهة نظر المتوضع هوش محتاج من يا زي الشهادة اللي مليه دور جلة جلة يعني إيه جلة يعني مفيش مرة شفته ما صدقتوش طيب شرير مفيش مرة ما صدقتوش والفنان الكبير أستاذ حسن نكتشف إنه هو أحد أولئك الذين شاركوا في حرب أكتوبر طيب كل دكو بس الدقتين تلاتة اللي سبقوا بداية الفقرة حالا كوم تاني خالص وهقول لك ليه بعد ما رحبه وقول له منورني جدا منورنا أستاذ حسن زي حضرتك الحمد لله الحمد لله قلتلي قبل ما نبدأ على طول قلتلي بص قبل ما هكلمك على تلاتة وسبعين الديني مساحة أقول لك على قبل تلاتة وسبعين وقلت لك يا فندم بش بشوف هو جاي ورايح أروح أوصله لمحطة الأطرف المنصورة واحنا في ابتدائي كان مدير خشب المسرح في فرقة المنصورة المسرحية كان مدرسي وهناك مدرس آخر بتاع الرسم ده أستاذي أتعلمت الرسم والفنون التشكيلية من هذا الأستاذ والمسرح من هذا الأستاذ وأنا في أولى ابتدائي تانية ابتدائي دلتا ابتدائي تشكيل الوعي الله ينور عليك الموسيقى أيضا كنت موجودة ده شكلنا أهم حاجة المدرسة والتعليم صح ما نقولش البيت لوحده لا ده المدرسة أهم من البيت ده بجد صح انتقلت إلى مدرسة ابن لؤمان الإعدادية مسرح وفيه ملعب كرة كبير وفيه أنشطة قسم مخصوص وقطعت أرض زراعية عشان اللي بيحي نتعلم إزاي الزراعة وده بيشكل وجدان الشاب التربية العسكرية فانخرطت في هذا الشام أيضا السنواء أيضا في الجامعة أيضا إلى كان ممكن نقدم في مدرسة فنوة مسرحية وإحنا في الجامعة الظروف كان تسمح في هذا الوقت فانا قدمت وقبلت ولكن طلبت للجيش لأن خلصت التدريس في الجامعة اللي كان معمول فجنيت واحد اتنين اتنين وسبعين واحد اتنين اتنين وسبعين واحد اتنين وسبعين على ألمازة اهي على تمام ادي الصورة اهي تمام تمام ده واحدة بقى وإحنا في الكدامة مش في البدايات ده بعدها بشوية بعدها بسنة أو سنتين اه كنتم في ألمازة كنتم في ألمازة ألمازة اللي هو اللي هو التعبية من جميع المحافظات الجمهورية مسر العربية خلط عمبا كبير كله سرير سرير فوق سرير تحت واندرتش معاول ونتعرف على بعض وبتاع الحماس وخدنا لأن نكست ستة وسبعين سبعة وستين سبعة وستين دي ايضا كان لها وقع ما كانش سلبي علينا ما كانش سلبي لا احنا عندنا ادينا طاقة اكتر بدليل ان عبد الناصر لما تنحى المظاهرات طلقت من طلقة نفسها وانا كنت واحد منهم وكله عاوز يجي القاهرة ومتهيأ له هيقابل على المناصر يقول له ارجع احنا عاوزينك عاوزينك تكمل احنا معاك احنا بضغرك اللي حصل حصل احنا استوعبناه لان كان اللي حصل طبعا التاريخ بيقول ده ايه الصغرات اللي كان موجودة بس تشوف كل الناس اللي تفت حوالين عبد الناصر تمام ما قالتلوش انت الهزيمة النكسى الانكسار لا كمل بينا وده اهم شيء وده اللي استفدنا منه في 73 انك لازم تبقى وقفة على رجلك ما تتكسرش لو تكسرت دي نهيتك طب وانا مش اعلم ازاي انا انتهي ازاي ماينفعش فتشبسوا بهذا الوضع جيت اخدونا والشيء البديع اللي عمل عبد الناصر بعدها حرب الاستنزاف من يقدر ينساها طبعا تكوين الجيش مع عبد النعم الرياض وتنحي القادة القدام وتعيين مكانهم قادة اخرين وبدأ تشكيل الجيش مع الشهيد البطل عم منع مرياض والفريق محمد فوزي بدأوا قالوا كان ده قول للشهيد عم منع مرياض ان المؤهلات هي اللي هتستوعي بالسلاح اللي احنا بنجيبه فمن هنا ارجع لك بقى في التجنيد فاخدونا وهندسة بالذات ياخدوهم عشان التكنولوجيا بيستوابها تكنولوجيا دي جديدة فقدروا تستوعي بالضبط فاخدونا في جنب وعلى مركز سدريب في بانسويف رحت بانسويف مكان شاسع وصحرا مش شايفين حاجة سماء وصحرا بس الاف موجودين وفي ناس قدام وناس لقيت مسرح روماني موجود وجاي مولد النبي قلت لهم انا هعمل لكم مسرح في الاحتفال اللي نحتفل يعني زميلنا معهم اللبس الملك يلا 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 بس حياتهم اكت في داك يا فلسطين وانا فاكر الروايات وانا اكت اللي كنا بنعملها وكتبتها وكان الليلة كان بيشلوني ازا مش عارف دي اللي هي رواية الفصل الواحد رواية الفصل الواحد وكانت ليلة ايه الاف قدامك لقيت حوائط كبيرة موجودة بيضة كده قلت لهم انا عامل عليها جدريات رسم حماس جندي في رأكشن طب ايه قلت لهم قلت لهم صفايح اللاكية دي انا اخدها هتشغل بقى اه اجيب بنزين ولوحات وابتاع وشاب ايه وده وفجأة طلع السلم فوق وبشتغل لقيت واحد ورايا بيقول لي انت حسن الاحسن فانا بتلفت ورايا لقيت قائد المعسكر الاتريبي المقدم الاتريبي يونس السقة فانزلت بسرعة ولبيست الطائية وكنت يا فاندم قال لي هنحجزك معانا انا دماغي مش فاها هحجز بي انا عايزة اروح اتجابها حرب السنزاف كان شغال وعاوز ايه اطلع حارب عاوز اطلع حارب قلت له يا فاندم انا يعني انا انا هنا بني سويف انا عايزة بقرايب على القناة قال لي قرايب على القناة هو طبعا لين المركز التدريب ده اقصى شيء بيقابلوا المجند في البداية لان الانضباط الخدمات وبتعمل بتتعمل حاجات هم فهمنا عشان يديك قوة ويديك انضباط ويديك مش شاف ايه بيديك بقى قصية جدا من الحياة المدنية الحياة العسكرية الحياة العسكرية فكان اي معسكر في البداية اللي هو الاولاني ده ده مهم جدا عسكريا طبعا الاعداد والتأهيل تمام المهم قال لي على مهم مش هنقدر بنحجزك لان انت تبع الفرق فرقة موليتكا اللي هتسافر روسيا واوح اه اه الصاروخ الموليتكا اللي هو 80 سنط ده وتلت قطع فالمهم خلصنا و مترحلين على القاهرة قسمونا بقى الديارة رايح فين ودراحلين التعاقت على كاتب 39 فهد صعقة اللي كانت في كيلو 4 ونص في المزة و بدأنا ننخرط معهم بدأنا ناخد فرقة صعقة بعد كده ياخدونا كان في الوقت ده الخبراء الروس ميشيوا مشاهم السادة طب هناخد الفرقة ازاي اللي خدوا الفرقة في روسيا واللي كانوا موجودين من المصريين هما اللي يدربونا وكانوا مش شطار ما شاء الله فكنا نطلع من الكاتبة لانها كاتبة قريبة من مدرسة مدفعية يعني حوالي 2 كيلو 3 كيلو نطلع وناخد السادوخ ندرسة كويس تطرق ازاي تركب ازاي متكون من ايه وطريقة الانطلع ازاي ومش عارف ايه وفي نفس الوقت بنتضرب في الكاتبة على نفس اللي احنا اخدناه مع زميلنا الأدام بدأ عايزين يشك الجيش في هذا الوقت فيه حراك يعني بتكلمك على 72 وحراك بمنتهى السرعة يعني ما فيه تفكير في جميل الأسلحة مش عندنا بس قاله احنا كان فيه رئيس العمليات اياميها كان النقيب جمال يدينا حفيظ وكنت بحبه لانه كنت بلعب كرة معاه وفي ود هو اللي هيشك الكتيبة جديدة فاختار الناس فاختارني فجي قائد الكتيبة اللي موجود 39 فيها دي ساقة قال له لا انا عايز حسنا انا خلاص نسيبه هو اللي اختار محبيتي للنقيب في هذا الوقت جمال دينا حفيظ عشان اه اه قلت له اه اه قال له خلاص بلعتك وفعلا رحنا الجراح بعد ما خلصنا الفرقة وروحنا شكلنا كتيبة بس مهياش فهد الفهد عبارة عن شنطة حوالي 90 سنتي في حوالي 45 سنتي جواها شريو زي الشريو بتاع الشريو القطر بيتركب ويتركب من هنا ويتحط عليه الساروخ فيه الطاقم التلاتة الكتيبة تلات سرايا السرايا كل سرية تلات فصائل وكل فصيلة فيها تلات مجموعات وكل مجموعة فيه تلاتة واحد المعمر والاخر اللي هو بيجاهز برضو معاه الساروخ والرامي اللي هو انا فيه اللي هو المنزار اللي بوص فيه وقدامي زرار بدوس عليه بينطلق الساروخ فيه سلك رفيع ملمس معايا بينه بين الساروخ اللي بيحط الشنطة بيبدأ عنها عوالي 10 متر عشان اللهب اللي طالع في نفس الوقت الساروخ بيطلع بيبدأ يتلقى الاوامر من الموجه بعد 500 متر بينطلق لاعلى حيس ان هو خلاص وصل لـ 500 متر عندما ايه يسقط لاسفل قليلا فاتحكم فيه في تيس العربية صغير كده والازم بقى الاعصاب هادية جدا جدا كده تحت كده فوق كده يمين كده شمال عيني في المنزار عيني بيجيب الساروخ معايا في المنزار على الهدف وعنده وطرح صيب الهدف وهدف بيبقى حين اه يا اما متحرك بتمشي معا يا اما ثابت انت بيبقى اين ده السواريخ اللي اللي عمل يطرع للعدو للعدو طيب اللي هو الساروخ ميم 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 دال تلاتة ميم دال تلاتة ميم دال